السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ عزيزتي الترميدات اليوم في هذا الفيديو سوف نتطرق لدرس لدرس في الرياضيات المرة في الرياضيات للمستوى الثالث درس في القسمة على عدد من رقم واحد للحصة 27 من الصفحة 103 إذن على بركة الله نبدأ في شرح هذا الدرس وإنجاز التنارين بالنسبة لتلاميذ المستوى الثالث ابتدائي لدينا القسمة على عدد من رقم واحد يعني المقسوم عليه فيه رقم واحد سوف نأفهم هذه الطريقة من خلال الدرس إذن لدينا في التمرين الأول وهو لنبحث جميعا سوف نقرأ المسألة لدينا تتوفر فاطمة على 98 حقيقة تريد صنع ستة عقود كولية 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 مدجة كولية يسميها مدجة أو كولية فيه مجموعة من العقيق صنع ستة عقود متشابهة كم عقيقة ستضع في كل عقد عندها 98 عقيقة عقيقة وبغل تصنع ستديا لكولية شحال خاصة تضع في كل كولي في كل عقود من عقيقة هذا هو السؤال لحساب عدد العقيق في كل عقود لجأ كل من أحمد واهبة إلى طريقته الخاصة عندنا تلميدين كل تلميد قام بطريقة مختلفة من أجل أن يجد الحل لهذا المشكلة نلاحظ ونتمي ما بدأه بالنسبة لأحمد طريقة أحمد التجأ إلى عملية الضرب حيث ضرب على ستة في واحد أعطته ستة ستة في خمسة ثلاثون ستة في عشرة ستون ستة في خمسة عشر ودع العملية أعطته تسعون ستة في ستة عشر أعطته ستة وتسعون وستة في سبعة عشر أعطته مئة واثنان إذن حاول أن يضع تأثيراً لعدد ثمانية وتسعون هذا هو التأثير يعني ستة مضربة في ستة عشر كم؟ أعطته ستة وتسعون ستة في ستة عشر لديه الخارج هنا هو ستة وتسعون وبالنسبة لستة في سبعة عشر أعطته مئة واثنان إذن ستة في سبعة عشر أكبر من تمانية وتسعون وستة في ستة عشر أصغر من تمانية وتسعون إذن ما هو العدد الصحيح؟ ما هو عدد العقيق الصحيح؟ إذا أخذنا سبعة عشر فإنها سوف تعطينا مئة واثنان وضعنا ستة إذا وضعنا سبعة عشر عقيقة في كل عقد سوف تعطينا في المجموع مئة واثنان إذن أكبر مئة وتسعون أما إذا أخذنا ستة عشر عقيقة في كل عقد سوف تعطينا ستة وتسعون وهذا هو الجواب الصحيح عدد العقيق في كل عقد هو ستة عشر ستة عشر عقيقة ستة عشر عقيقة إذا ستة عشر مضروبة في ستة كم ستة عشر مضروبة في ستة تساوي ستة وتسعون إذا تمانية وتسعون ناقص ستة وتسعون كم الباقي إثنان سوف يبقى لنا إثنان هذه هي طريقة أحمد أما بالنسبة لطريقة هيبة لدينا كيف وضعت؟ وضعت الطريقة التجأت إلى الطريقة التقليدية للقسمة لهي قسمة العدد على عدد آخر من رقم واحد وضعت تمانية وتسعون قسمتها على ستة طريقة المعتادة التي نستعملها إذن تمانية وتسعون مقسومة على ستة كيف ننزل العملية؟ نلاحظ بالنسبة للمقسوم عليه العدد الذي نقسم عليه كم من رقم؟ رقم واحد إذن نأخذ رقم واحد كذلك في المقسوم عليه في المقسوم هذا هو المقسوم وهذا هو المقسوم عليه هذا لنقسمه على هذا إذن لدينا رقم واحد هنا نأخذ رقم واحد في المقسوم تسعة مقسومة تسعة كم فيها من ستة؟ فيها واحد ونقول واحد في ستة كم ستة نضع ستة هنا ثم نجلز عملية الطرح تسعة ناقص ستة تعطينا ثلاثة إذن أعيد لكم لدينا رقم واحد في هذه الخانة إذن نأخذ رقم واحد كذلك في المقسوم إذن تسعة مقسومة على ستة تسعة كم فيها من ستة فيها واحد ونقول واحد في ستة ستة ونضع الستة هنا ثم نجري عملية الطرح تسعة ناقص ستة يساوي ثلاثة إذن ثلاثة مقسومة على ستة هل يمكن أن نقسم ثلاثة على ستة؟ نقول ثلاثة مقسومة على ستة هل يمكن؟ لا يمكن إذن ما العمل الذي سوف نقوم به؟ سوف نهبط نضع هذا العدد نأخذ العدد تمانية ونضعه هنا كما تلاحظون في السهم تمانية نضعها في هذه الخانة إذن نقول تمانية وتلاثون كم فيها من ستة؟ شنو العدد اللي نضربه في ستة؟ ويقربنا لثمانية وثلاثين متعالان شنو دول الترب؟ خمسة في ستة كم؟ تلاثون وستة في ستة؟ ستة وتلاثون إذن العدد هو ستة ستة في ستة ستة وتلاثون نضع ستة وتلاثون هنا ثم نجري عمل الطرح الخارج في هذا المكان وهنا المقسوم عليه وهذا هو المقسوم إذا حولنا أن نتعرف على أجزاء هذه القسمة لدينا هنا المقسوم والمقسوم عليه الخارج ثم الباقي أربعة أجزاء تتكونوا القسمة من أربعة أجزاء نعيد أعيد أعيد لكم لدينا هنا الخارج المقسوم عليه عفوا لدينا هنا المقسوم ثم المقسوم عليه الخارج ثم الباقي نمر للتمرين رقم واحد أتمم ملء الجدول كما في المثال بالنسبة لهذا الجدول لدينا التأطير سوف نقوم بعملية التأطير كيف سوف نقوم بهذه العملية كما في هذا المثال لدينا المقسوم ثلاثة وتمانون المقسوم عليه سبعة تأطيره سبعة مضربة في عشرة أصغر نمر للتمرين رقم واحد هنا واحد أتمم ملء الجدول كما في المثال لدينا المقسوم لهو ثلاثة وتمانون المقسوم عليه سبعة تأطير هذا التأطير سبعة مضربة في عشرة أصغر من ثلاثة وتمانون أصغر من سبعة مضربة في مئة يعني سبعة في عشرة كم سبعة في عشرة سبعون أصغر من ثلاثة وتمانون وتلاثة وتمانون أصغر من سبعة مضربة في مئة سبعة مضربة في مئة هي سبع مئة إذن عدد أرقام الخارج هو إثنان لماذا هذا التأطير؟ لماذا هذا التأطير؟ هذا التأطير كنستعمله باش نعرفه عدد أرقام الخارج عدد أرقام الخارج إذن إذا ضربنا العدد سبعة في عشرة لكي تعطينا سوف تعطينا سبعون إذن سبعون كم من رقم في سبعون؟ رقمان سبعة والصفر هي رقمان وبالنسبة إذا ضربناها في سبعة مضربة في مئة سوف تعطينا سبع مئة كم فيها من رقم؟ فيها ثلاثة أرقام سبعة وصفرين إذن سوف أشرح لكم خلال المثال إذا وضعنا سبعة مضربة في عشرة ثلاثة وتمانون وسبعة مضربة في مئة بالنسبة للضرب إذا أي عدد نضربه في عشرة سبعة نضعه سبعة ثم نضيفه صفر عشرة سأتينا سبعون أصغر من ثلاثة وتمانون ثلاثة وتمانون أصغر من سبعة مضربة في مئة يعني سبع مئة دائما بالنسبة للأعداد اللي ضربنا أي عدد ضربناها في عشرة نحط العدد و Crunch 0 وبالنسبة أي عدد ضربناه في 100 نحط العدد نزيده جوز أصفر أي عدد ضربناه في 4000 نحط العدد نزيده في الأصفر على حسب الأصفر فهمنا? إذن هنا سبعون كم من رقم فيها؟ فيها رقمان وهذا العدد سبعون مئة فيها ثلاثة أرقام إذن بالنسبة لسبعون مئة أكبر من ثلاثة واثمانون إذن الخارج سوف يكون فيه رقمان وليس ثلاثة أرقام إذن نمر لتتم التمرين لدينا ستة وأربعون مضروبة في خمسة نضع ستة وأربعون هنا لدينا خمسة مضروبة في عشرة أصغر من ستة وأربعون أصغر من خمسة مضروبة في مئة إذا ضربنا خمسة في عشرة كم تعطينا؟ سوف تعطينا خمسون وإذا ضربناها في مئة تعطينا خمسمائة إذن الخارج كم من رقم؟ رقمان ستة مضروبة في عشرة أصغر من خمسة وأسبعون أصغر من ستة مضروبة في مئة ستة مضروبة في عشرة ستون وستة مضروبة في مئة ستة مئة إذن عدد الرقم الخارج رقمان بالنسبة لتمانية وخمسون إذن بالنسبة لتأطير العدد تمانية وخمسون لدينا تمانية مضروبة في خمسة تساوي أربعون أربعون أصغر من تمانية وخمسون وتمانية في مئة تساوي تمانم مئة إذن عدد الرقم الخارج تساوي إثنان رقمان ثم نمر لتمريد رقم إثنان أنجز كما في المثال لدينا هنا العملية منجزة إذن لدينا في المقسوم ستة وستون والمقسوم عليه خمسة إذن ستة وستون مقسومة على خمسة ستة وستون مقسومة على خمسة لاحظوا لدينا هنا المقسوم هو ستة وستون والمقسوم عليه هو خمسة أعيد بالنسبة للمقسوم عليه المقسوم هو 66 والمقسوم عليه هو 5 والخارج 13 والباقي 1 هذه هي أجزاء القسمة كما قلنا المقسوم المقسوم عليه الخارج ثم الباقي سوف ننجز العملية من الطريقة نفسها إذن لدينا هنا في العملية الأخرى المقسوم هو 43 والمقسوم عليه هو 3 نقول أربعة لدينا رقم واحد هنا إذن نأخذ رقم واحد نقول أربعة مقسومة على 3 أربعة كم فيها من 3 فيها واحد إذن ثم نقول واحد مضروف في 3 3 نضع 3 هنا أربعة ناقص 3 كم إذا نقصنا أربعة من 3 أربعة ناقص 3 تعطينا واحد واحد مقسوم على 3 لا يمكن إذن ننزل في 3 بالعدد 3 هنا ننزل بهذا العدد هنا تعطينا 13 كم فيها من 3 أربعة ما هو العدد الذي نضربه في 3 ويقرب منه من 13 أربعة في 3 أربعة في 3 أربعة في 3 تساوي 12 ثم نضع 12 هنا ثم نقوم بعملية الطرح 3 ناقص 2 واحد وواحد ناقص واحد صفر إذن الخارج هو أربعة عشر والباقي هو واحد المقسوم هو 43 المقسوم عليه 3 الخارج أربعة عشر الباقي هو واحد وبهذا نكون قد أنهينا هذا التمرين نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر مع تمرين الباقي لهذا الدرس وهو القسمة على عدد من رقم واحد وإلى اللقاء